أعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ إزاء تطورات الجارية في لبنان مشيرا إلى تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني وبدل كافة المساعي للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسيادته كما أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الخطورة الكاملة لأن تتسبب الخطوات الأحادية التصعيدية من جانب إسرائيل إلى انزلاق المنطقة لتطورات أكثر خطورة قد تؤدي إلى الدخول في حرب إقليمية شاملة تهدد استقرار المنطقة وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والقوى الفاعلة للعمل على وقف فوري لإطلاق النار كما أكد المجلس على إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان مؤكدا رفض مصر لأية محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس السيادة اللبنانية مطالبا بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة باعتباره أن ذلك هو العامل الأساسي الذي سيؤدي إلى خفض التصعيد وإقرار التهدئة